هذه المشاهد الحصرية هي لمديرية حرض المحررة في محافظة حجة والتي شهدت معارك عنيفة الميليشيات قامت بتفخيخ أغلب المنازل والمنشآت الحكومية بما فيها المنفذ الأكبر بين اليمن والسعودية هنا نتجول في المنفذ الدولي الأكثر أهمية بعد تأمينه من قبل لواء الفرسان أحد تشكيلات الجيش الوطني بدعم وإسناد ومشاركة من تحالف دعم الشرعية فمنفذ حرض الدولي هو يعتبر الشريان الرئيسي للجمهورية اليمنية بشكل عام والكل يعرف ذلك فبفضل الله كانت هناك عملية سرية خاطفة تمت السيطرة فيها على منفذ حرض الدولي بفضل الله عز وجل ثم بفضل الرجال المرابطين ومن جميع أبناء الجمهورية اليمنية وتمت السيطرة بأقل الخسائر وإن شاء الله نحن سنعيد ابتسامة اليمن بإذن الله عز وجل من هنا من منفذ حرض الدولي بإذن الله العمليات العسكرية في محافظة حجة مستمرة باتجاه ثلاث مديريات جديدة هي بكيل المير التي يرابط الجيش الوطني على تخومها من التجاهين ومديرية عبس التي حرر الجيش الوطني خمسة عشر بالمئة من مساحتها ومديرية مستبأ التي حرر الجيش الوطني قراها الشمالية وتوغل في غربها لمسافة عشر كيلومترات هذا هو منفذ حرض الدولي بعد تحريره من قبل لواء الفرسان بإسناد من تحالف دعم الشرعية من الجوي والبر لقناتي العربية والحدث محمد العرب مديرية حرض محافظة حجة ترجمة نانسي قنقر